في العام 2013 هناك أشخاص كان الموت على بعد مسافة ضئيلة منهم الحياة وهبتهم فرصة ثمينة ليحتفوا معنا ببداية عام جديد في شرقي الصين في ولاية هنان تحديدا قضت سورة سيسيو 15 يوما في قاع البئري وقد تغذت على الذرة النيئة وماء المطر وكانت السيسيو خرجت من منزلها لجمع العشاب الطبية وسقطت في بئر محفورة وسط الحقول من حسن حظها أن المزارعين سمعوا نداءها واستعانوا بعمال الإطفاء لإخراجها من البئر بعد أن أصيبت بجروح خفيفة في مدينة لينهاي شرق الصين نجأ سائق الدراجة النارية بعجوبة حين انقلبت حافلة بكل حمولتها في مفترق الطرق وكادت الحافلة أن تدهس راكب الدراجة لو لا ترجله من دراجته والابتعاد عن الحادث لحظات مرعبة رصدتها الكاميرا للسقوط شجرة ضخمة على راكب دراجة هوائية بأمستردام أثناء هبوب عاصفة قوية قلعت الكثير من الأشجار في الصين استطاع سائق الحافلة الشجاعي هذا أن ينقذ نفسه وستة وعشرين راكبا بعد استدام عمود كهربائي ضخم بالواجهة الأمامية للحافلة ومن حسن الحظ لم تكن الجروح التي أصيب بها السائق خطيرة في ولاية كوينزلاند الأسترالية أظهرت آلة التصوير المثبتة في إحدى محطات القطار بمدينة بريسيان حادثة خطيرة كادت تؤدي بحياة شاب كان على وشك أن يدهس من قبل قطار لم يدرك قدومه الشاب الذي نجى من الموت بعجوبة كان على بعد مليماتات قليلة من الدهس والموت تأخذ الحياة قيمة مضاعفة لهؤلاء الناجين من موت محقق نتمنى للجميع عاما آمنا بلا مخاطر